كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيه كلهم سجى ذلك قالوا من حسب كلامه من عمله في ناس يظنوا أن هذا الكلام لا يسجل عليه لا من حسب أن كلامه من عمله الذي يكتب عليه قل كلامه إلا فيما يعنيه الشيء الذي يفيدك فقط لا تحكي إلا بالشيء الذي يفيدك كثير من الناس يظن أن الكلام ما في عليه إشكال أخي أنا بحكي بحكي أد ما بديه ها راح كل شيء لا أو إنا مؤاخذون على ما نقول ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حفظتوا الحديث شو قال لهم ثكيلتك أمك فقدتك أمك وهو دعاء على سبيل لفت الانتباه ثكيلتك أمك وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني معناها أكثر ما يدخل الناس النار شو هو اللسان خطايا اللسان هذا الحديث الأول الحديث الثاني رواه الإمام الترمذي والحاكم عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه في هناك اليوم كنا نتكلم كمان في خطبة الجمعة عن وظائف الملائكة فمن وظائف الملائكة ما قاله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يسيحوا عندهم سرعة في المشي ومهمتهم يبلغون عن أمة السلام فكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الدنيا يوصل هذه الملائكة توصل صلاته وسلامه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون يا رسول الله فلان ابن فلان صلى عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه لذلك دائما كل ما ذكر إمامك النبي صلى الله عليه وسلم حتى دغني مباشرة أن ينتقل البث المباشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فلان صلى عليه فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة أكثر شيء يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وهذه خلاصة الدين بصراحة يا شباب تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله أن تحسن فيما بينك وبين الله وحسن الخلق هو حسن صلتك مع من حولك من الناس الدين خلاصة وإذا ننعرف الدين هو حسن الصلة بالله وحسن الصلة بالناس صح؟ فهذا تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة فسئل عن أكثر ما يدخل النار طيب شو اللي بدخل النار أكثر شيء فقال الأجوفان الأجوفان الفم والفرج الفم والفرج دول أكثر شيء فوتوا على جنة لذلك لسانك بدك تضبطه لأنه أكثر ما يدخل النار هلأ الآن بعد هذه الدروس لازم تضبط لسانك ما تتكلم بكلمة إلا بعد أن تفكر بها هل يحبها الله؟ هل أنال بها أجرا؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه صح الكلام؟ حافظين كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه الكلمة إذا في عليها ثواب بسم الله لا يتكلم عليها ثواب لذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت أو طويل الصمت والله يا زماعة في ناس يقول لك والله أخير بيت شيطان لا يحكي كلمة لك الله يهني الله يهني مرة جتني واحدة من الأخوات يعني تحكي على التاليفون يا أستاذ بشان الله لك لكن يخير يحكي جوزي ويحكي بالبيت لا يحكي بالنوت قلت لها بقلبي الله يهني الله يهني يعني إلا طبعا لابد أنه الإنسان يجامل أهل بيته يحكيهم بلطف وكما كان صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع نسائه صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم السرور يلاطفهم يكلمهم الكلام الحسن لكن إذا الواحد يريد أن يتكلمك يريد أن يضبط لسانه يريد أن يضبط لسانه لا يتكلم الكلمة إذا بدك تدخل فيها السرور على أهل بيتك لك فيها أجر فيها أجر إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت أربعين حسنين إذا فتت وأنت عبت تبسام على البيت تبسمت في وجه أهلك في لك أجر كبير كان صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا إذا دخل بيته أكذا وصفت سيدي عائشة فأكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج هذا الحديث الثاني والحديث الثالث روى الإمام البخاري عن سيدنا سهل بن سعد قال رسول الله يا عمي يصلى عن نبي كسف اللهم صلي وسلم وبارك عليه من يضمن لي ما بين لحييه لحييه يعني فكيه اللي هو اللسان من يضمن لي شو يعني يضمن لي يعني يكون هذا اللسان وفق منهاج الله وما يحب الله ورسوله من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ضماني تضمنها الموضعين الفم والفرج من ضمن لي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة الحديث الرابع عن سيدنا عقب بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت من نجات شلون بدي أنجو من يوم القيامة من عذابه من عذاب النار من نجات شوفوا قال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك شغلات إذا ما نطبقهم والله ننجو بإذن الله في الآخرة قال أمسك عليك لسانك بدك تساوي عليه كونترول ما تحكي إلا الشيء اللي الله بيحبه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك لا تطلع من البيت إلا لضرورة وليسعك لأنه بدك تطلع من البيت بدك تخالط الناس لا يحكي أنه الواحد لا يشتغل ولا يطلع روح بس حاول وقت ما بيكون في عندك ضرورة لعمل أو لغيره عوض ببيتك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك ساوي الذن استغفر الله سبحانه وتعالى حفظته قال من نجات يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك و ابكي على خطيئتك دائما تذكر ذنوبك وتذكر عقاب الله عليها واستغفر وابكي إن استطعت على كل ذنب فعلته لأن هذه الدموع تمحوا تمحوا ما اقترف الإنسان إن الله ليطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من نار جهنم أمسك عليك لسانك خطر اللسان خطر يا شباب إذا أنت فلدته خطر يدخلك المهالك يريدك المهالك في الدنيا والآخرة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك الحديث الأخير روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يعني اللي الله بيرضى عنها وبيحبها لا يلقي لها بالان ما عبي فكر فيها يعني إنه في لا وزن فيه يرفعه الله بها درجات في الجنة كلمة واحدة يعني هلأ مثلا أبوك توفي رحمه الله قلت ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا قال العبد يكون في الجنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيرفعه الله بها درجة فيقول أي ربي بماذا فيقول الله عز وجل إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك كلمة ربي اغفر لي والدي ربي اغفر لي ولوالدي كلمات بسيطة لا تكلفك شيئا لا تلقي لها بالان إذا أبوك عم بيرتفع بها في الجنة أنت شو بدي يسير فيك حترتفع أكثر إن شاء الله لذلك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالان يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله شيء الله ما بيحبه لا يلقي لها بالان يهوي بها في جهنة في مرة من المرات نصاحة أخ قلت له سجل المكالمات اللي عم تحكي فيها وعود راقب تحكي مع فلان وفلان 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 ليس لتجسس لا بس فقط ليس لتعرف ماذا تحكي وبعد جمعة دعنا نتواصل قال لي والله يا أستاذ بعد جمعة قال لي نص الكلام ماله طعمه ونصه الثاني والله في اسم لأنه حي ضمن غيبة وكذب وأحيانا كلام فاحش يعني فوق من نعب يدفع عليه شو وصالح لذلك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله الله ما بيحبه يهوي بها في جهنم سبعين خريفا اليوم بخطبة الجمعة مرأ معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر فجاء رجل فسب أبي أبا بكر سبه شتمه فيبدو أبو بكر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام سكت ما رد قال فسبه فلم يرد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعجب ويتبس أبو بكر أبو بكر عبين سب يا هيك وهيك النبي عليه الصلاة والسلام ساكت وشو عم يتبس قال ثم سبه أخرى فما رد أبو بكر والنبي ساكت يبتس قال فلما كرر عليه الشتيمة رد أبو بكر ما حاجة أول مرة سبتني ثاني مرة وأبعدين اتعلى هون فلما رد عليه الشتيمة والسب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس لحقه أبو بكر يا رسول الله لما سبني أول مرة وتاني مرة وتالت مرة أنا ساكت وانت عم تتبس لما أنا دافعت عن حالي ورديت عليه الشتيمة بشتيمة أخرى انزعجت يا رسول الله قال يا أبو بكر حينما سبك في المرة الأولى وأنت ساكت قيض الله لك ملكا يدافع عنك انجز الملك عم يدافع عنك المرة الأولى والثانية أنت ساكت الملك عم يدافع عنك قال فلما رددت عليه الشتيمة والسباب ذهب الملك وحضر الشيطان ولا ينبغي لنبي أن يحضر في مجلس فيه شيطان معناتها كلمة شو ساويت جابت الشيطان أما سكوته حضرت الملائكة تدافع عنه ذلك ورد في الحديث المتسابان المتسابان شيطانان يعني هذا معه شيطان وهذا معه شو شيطان لا أرى أثنين يشتموا بعضهم أو يشتموا بعضهم إلا أن أثنين معه شيطان مؤثر عليهم لذلك يا أخواننا هذه الأحاديث تشير إلى خطر اللسان تشير إلى خطر اللسان بعد أن سمعت هذه التهديدات من النبي صلى الله عليه وسلم شو الحل الحل بدك تدير بالك من هذه الآفات التي هي آفات اللسان وأمراضه لأنه لا سمح الله هذه إذا استمرت عليها تريد كلمة هالك طيب شو الحل الحل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شو طويلة الصمت يعني شو يعني كان ما يتحدث إلا الشيء الذي فيه ضرورة وكان نبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا ما فيه أجر في أجر حكام ما في أجر طويل الصمت كثير الذكر قليل الضحك صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما تضحك كان جل ضحكه شو الابتسام صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم لكن كان قليل الضحك القهقها يعني أو الذي يعني تبدو فيه النواجد فالحل هو يا شباب شو الحل الأفضل شو الحل يا أبو محمود الصمت الصمت لذلك ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد من صمت نجاة صلى الله عليه وسلم أعطاك ثلاث كلمات فيهم سعادة ونجاة من صمت نجاة ما بدك النجاة أي والله يعني ما نحكي بنو لا أحكي الشيء النافع ما ينفع في دنياك أو في آخرتك الشيء النافع في دنياك أو في آخرتك أما الكلام الذي لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الآخرة فالسكوت عنه أو لا من صمت نجاة وقال رسول الله قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه من سره أن يسلم يصل إلى السلامة من سره أن يسلم فليلتزم الصمت سكوت ولذلك كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت والصمت يا شمام يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم أيسر العبادات هناك عبادات قيام الليل في الساعة ثلاثة ساعة ثانتين ونص لكي تصلي وتستغفر وتقرأ قرآن وتدعو الله صعبة الصوم عبادة صعبة صح الكلام وقصوا الصوم بأيام الصيف أي خدمة الخلق فيها صعوبة لكن قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن وأثقلها في الميزان عبادة يسيرة وثقيلة في الميزان وخفيفة على البدن شو هي قال أصمت مات أصمت عبادة خصوصا إذا أنت عبت تسكت عما حرم الله لأجل الله فأنت تتعبد الله بهذا أصمت وحسن الخلق دولة تنتين يعني اتعاملك اللطيف مع الناس كلامك اللطيف أصمت وحسن الخلق ألا أخبركم بأيسر العبادة عبادة يسيرة ولكن أجرها عظيم وأهونها على البدن وأثقلها في الميزان الصمت وحسن الخلق وكل ياتنا نحفظ هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من حافظه؟ يا عين يا عين لكل مشكلة يا أبو على حافظين نصفه محفوظ نسفدنا نروح نطبئ هل نطلع من هنا هل لا نخفف قدر المستطاع ليس نخفف يعني نصمت عما يغضب الله كل شيء كلمة بتغضب الله ولا ترضي الله هذا من شكر اللسان نعمة اللسان ما نتكلم إلا فيما يقربنا إلى الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شوف هي علامة الإيمان أنت مؤمن نعم شو علامة الإيمان فليقل خيرا أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه شو الفضل من اللسان؟ الفضل هو الزيادة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزيادة الفضل ما زاد عن حاجتك الضرورية فطوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله يقول له النبي عليه الصلاة والسلام الله يهني لهذا الإنسان ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من لسانه الله أكبر الله أكبر ونختم بهذا قال عن سيدنا أنس رضي الله عنه استشهد منا غلام يوم أحود يوم أحود كم قتل من الصحابة يوم أحود سبعون من خيرة الصحابة وعلى رأسهم أسد الله ورسوله سيدنا حمزة سيد الشهداء وعبد الله بن جحش عليه رضوان الله وسبعون من الصحابة قال منهم بينهم شاب استشهد منا غلام يوم أحود فأتت أمه إلى أرض المعركة فوجدته مضرجا بدمائه فرفعت رأسه ومسحت التربة عن وجهه عبتم سح التربة عن وجهه مش تشهد وقالت هنيئا لك الجنة يا ولدي قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلت الله يهنيك شو قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك أنه في الجنة يا لطيف شو أعرفك أنت متأكدين لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه يا لطيف أعطى الكلام فيما لا يعني الكلام الذي لا تدعو له ضرورة في الدنيا أو في الدين لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره شغله ما يضره يمنعه يا أخوانا بدنا ننتبه شهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتل قالت أنه ممكن ممكن ما يفوت على الجنة لأنه لعله كان يخبر كلام ما له طعمه طيب وقيل لسيدنا عيسى رضي الله أو عليه السلام دلنا على عمل يدخلنا الجنة فماذا قال له يا روح الله دلنا على عمل يدخلنا الجنة قال لا تنطقوا أبدا ما نحكي بنوب قال لا تنطقوا أبدا قالوا لا نستطيع يا روح الله قال إذن لا تنطقوا إلا بخير تحسين إلسانك ما تنطق فيه إلا خير هذا الهدف من هذا الدرس والدروس التي ستلي شأن نحن نسلط الضوء على الأشياء التي ربما كلمة منها تدخلك سبعين سنة في نار جهنم وأنت ساقق ننتبه العبد اللي يتكلم بكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا والله ستشوفه إن شاء الله بكرة مع ذكر الآفات اللسان أنه نحن تقريبا تقريبا ثلاثة أرباع حكينا لازم ما يكون ثلاثة أرباع وهذا ما قال عليه العلماء أنت شوف أحكيك أسمه بيطلع معك الربع فقط هو الكلام النافع وثلاثة أرباع اللي هو لازم كنا نسكت عنه وهذا الكلام سوف نحاسب عنه بين يدي الله يوم القيامة مثل ما بيجيبوا لك أعمالك صلاتك وذكرك ولا سمح الله معصيتك العملية كمان يأتون بالمعاصي القولية وستحاسب عنها